بيت الهنى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحباكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنى الآلات الشعبية السودانية بتختلف باختلاف المناطق والبيئات الجغرافية لها تأثير طبعا على الآلات اللي احنا بنستخدمها وبنطلق بينها أجمل وأروع الألحان عموما السودان يمكن يكون من الدول اللي مشاركة في الخارج كثير وأخذ جوائز كثير في مجال الآلات الشعبية السودانية علشان كثير من الثقافات الموجودة في داخل البلد بنطلع عليها كثير من الناس عموما تعالوا نتكلم عنها ونشوف احنا كيف ممكن نرجع للتاريخ وأي هي الآلات اللي ممكن يكون لها تأثير شمالا جنوبا شرقا غربا كلها أمورها الناقشة في حلقتنا اللي هتكون في الكولورية وتراسية مع أستاذ مصعب الصاوي وهو باحث وإعلامي هيتشرفنا بعد شوية تعالوا نسلناه وصل المشاهدين لصالون بيت الهنى أستاذ مصعب الصاوي وهو إعلامي وباحث وزميل أهلا ورحب بك أستاذ مصعب مرحب بك الآلات الشعبية السودانية جميلة بأنه كل ما نفتح التلفزيون ونسمع إيقاعات مختلفة وجميلة ممكن نحيس بأنه في نشوة كده بتجي للواحد وطرب من أي آلة تضرب يعني بصراحة بأي كان إذا كان وطري أو كان طبول خلينا والحاجة نتعرف على الآلات الشعبية السودانية شنو الأوركستر الشعبية السودانية هي بتدي المزاج السوداني المتنوعة وهذه الأوركستر هي نتائج لخبرات ثقافية واجتماعية وفنية حقيقة وإبداعية طويلة طويلة وراسخة وضاربة في جزور التاريخ صحيح ووحد من خصائص الآلات الشعبية السودانية إنها تتأثر بالإيكولوجي يعني محيط البيئة السودانية إذا كان مثلا الطعام يتأثر بالمنتجات المحلية فالآلة الشعبية تتأثر بالمادة المصنعة عليها نفسها وعندك مثلا في شمال السودان آلة الطنبور كآلة وترية دي يعني مستخرجة من الأشجار والأدوات الموجودة في المنطقة كذلك مثلا آلات النفخة الموجودة في منطقة النير الأزرق ما يسمى بآلات الوازة أو مجموعة المزامير البلونوغارو الموجودة في منطقة النير الأزرق النير الأزرق معروف أنه فيها أشجار وفيها قرعيات تساعد في صناعة هذه الآلات بتاعت النفخ بطبيعة التجويف الطبيعي للنباتات الموجودة في منطقة النير الأزرق نبات نفسه مجوف نبات نفسه مجوف بشكل ما وسهل التشكيل مرين يصير آلة موسيقية سبحان الله في منطقة الرعاة يعني زي منطقة المسيرية ومنطقة كردوفان في النقارة صحيح والنقارة هي عبارة عن طبل موجود مثلا نقاقير بأنواعها إذا كان في جنوب السودان أو في منطقة غرب السودان ودارفور بيكون هذا الطبل من جلد الحيوانات وبيدبق بطريقة معينة وبيصمم بحيث أن يكون غطاء للنقارة النقارة مرات تصنع حتى يعني أصل الطبل تصنع من جزوع الأشجار وأحيانا من المعدل حسب يعني المواد الموجودة في المنطقة كذلك يعني إذا مثلا في آلات مصوتة اللي هي الإنسان بيستخرج منها الصوت وفي آلات بيطرق عليها يعني زي الطبول والآلات الإيقاعية كلها اللي هي بتختلف بأحجام وموادها وفي آلات بتبقى جزء من جسم الإنسان نفسه كيف يعني مثلا زي اللو ده أو الصفارة بتاعتها الرعادي المزمار الرعادي يعني يستخدم فيه الإنسان نفسه ويستخدم فيه أنامله عشان يستخرج منه طبيعة الصوت المحدد صحيح وبالتالي هي بتكون ممتزجة أصلا بوجدان الإنسان وألصق به صحيح يعني الناس الأوركستر الحديثة علوم الموسيقى الحديثة بيقولوا مثلا الكمان هي أقرب الآلات إلى نفس الإنسان لأنها بطبيعة تقريبة من العازف نفسه إذا كان من قلبه أو من أزنه أو من دماغه أو من رأسه صحيح وبالتالي آلة الكمان نفسيا هي وكذلك آلة الفلوت لأنه آلة الفلوت تستمد خصائصه النغمية من أنفاس الإنسان ومن وجدانه بالضبط وهكذا فهي علشان تقوم يعني تصل للمرحلة دي بتأكيد لازم يكون في شخص محب للآلات الموسيقية بشكل عام أو لآلة معينة عندنا قصة فيها يعني دفع الله الحاج واحد من الناس اللي عندهم الحسة اللي انت قلت والوجدان والإحساس العالي بيئة الآلات الشعبية السودانية هو بيعمل على تصنيعه تعالوا نشوف القصة دي ونشوف بيصنيعه كيف يتفضل الآلة الشعبية هي وليدة البيئة فإذا يعني شاهدنا السودان وشوفنا سودان من بيئته بنلقى فيها البيئة الصحراوية شبه الصحراوية في السابنة السابنة الغنية فكل ما كانت البيئة قنية بالمواد الخام اللي بتتصنع منها الآلات الشعبية كل ما كانت في آلات شعبية موجودة المادة الخام اللي تتصنع من الآلات الموسيقية هي عبارة عن أن تكون معظمًا من الأخشاب والجلود أحد من الحياة الخلتنا هنا أن أرجع لصناعة الآلات الموسيقية التغليدية على طريقة التغليدية الغديمة هي دراسة هذه الآلات دراسة علمية أنت لما تعرف خصائص الشيوة وتحلله وتعرف أجزاؤه وحياته الدقيقة ممكن بعد كده تحاول تغير في المواد الخام تغير في طريقة التونيك حسب مزاج المجتمع المحدد الذي يستخدم الآلة الموسيقية المحددة السودان قني جدًا بالآلات الموسيقية التغليدية فإذا كان أخذنا النيل هو رابط وحاولنا نمشي مع النيل بنجد التنوع أو أغلب المجموعات التي تستخدم الآلات الموسيقية سكنت أو جاورت النيل فمثلاً قبار الشلوك تستخدم آلة تسمى الطوم آلة التوم هي عبارة عن طنبور ربابة في خمس أوتار بتصنع من قدح بتاع الخشب وعند عودين متعارضات والخمس أوتار بتشتعل هذه الأعوال موسيقى 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 أنا أحبّذ أن أسمع الموسيقى القديمة وده برجع لي أشياء كتير جداً واحد من هذه الحيات وهي دائماً الهوية بتاعت كل مجتمع وكل شخص بتتحدد من خلال الفنون بتاعته فأنا أفتكر أن كل ما كانت الهوية السودانية رجعت للجزور الموسيقية القديمة بتتضح الهوية السودانية على الأصيلة أول علي حقيقة يعني موسيقى يعني شكل جميل للآلات ما أعرف رائعك شغل جميل جداً بعدين هو الحقيقة دفع الله عمل متحف للآلات الشعبية السودانية بتصنيعه ليه بتصنيعه ليه وبتكسيمه ليه ذاته لمجموعات صحيح صحيح وباجتهاده في أنه يحصل على هذه الآلات من مناطق أصلية بعدين اشتغل فيه شغل توثيق لأنه أي آلة عمل فيها دباية بتاع التعريف فهذا جهد مبدع وباحث في آن معنا بالضبط كده هي حب وشغف أفتكر من الإنسان وتخصص أيضاً أنا أتشرف بأنني يعني زميل لدفع الله نحن درسنا معاً في معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية جامعة الخرطوب ودرسنا معاً في كلية الموسيقى والدراما الحاجات اللي إتا ده كتقرير إحنا سجلنا معاه والحاجات اللي إتا بتحسها فيه لما يجي يعزف آلة من الآلات هو بيتقمص روح المجموعة الثقافية المعينة يعني دفع الله عندما يجي يعني مثلاً يشتغل شغل للنوبة أو الهوسة تحس به فرد من مجموعة الهوسة لأنه كمان جزء من خصائص الآلات الشعبية إنها بتمثل وجدان المجموعات دي خير تمثيل يعني إذا كانت مثلاً الألوان الشعبية الفلكلورية في الشام مثلاً مثلاً في الأردن أو الدبكة الجبلية في لبنان وكذا بتمثل مزاج معين للمجموعات فالآلات الشعبية هي تجسد هذه الأمزجة المحلية والرقصة عن طريقة الجماعة وكذا دفع الله يا أخي أنا أول حاجة بحييه مع مشاهدينك في هذه المناسبة وهو شخص مجتهد كثير في المجال هذا وعمل مشاركات بالمناسبة على مستوى العالم أنا أحب أن أتكلم عن مشاركتنا برا شكلها كيف لكن بعد ما نعرف كمان أنه آلاتنا دي نحن نستخدمها متين ومناسبات نعم معظم الآلات الموسيقية الشعبية تستخدم في طقوس دورة الحالي الكتماعي هي بتختلف يعني باختلاف المناطق بتختلف باختلاف المناطق جميل نحن ننصر نفا ونقول يعني آلات الشمال والشرق والغرب والجنوب بس خلينا نمشي فاصل قصير ونرجع إلى مرة ثانية وواصل حوارنا خليكم معنا بيت الهناء بنحقيكم مرة ثانية بنتواصل مع الإقاعات السودانية الجميلة بمختلف آلاتها وبمختلف مناطقها وبيئتها أهلا بكم مرحب مرة ثانية يا أستاذ مصار مرحب نحن كان اتكلمنا عن قبل الفاصل ايوه اتكلمنا عن المناطق السودانية المختلفة وعمنا الصعب أن يتم حصر كل هذه الآلات والحديث عنها تفصيلا في كل منطقة لكن نقول أنه في آلات مشتركة نحن نتحدث عن المشتركات الثقافية بين المجموعات السودانية ناخد مثلا آلة الطنبور كآلة وترية طيب والطنبور دي طبعا معروف برضو خاري السودان مسموه الطنبورة أو الربابة أو الربابة العربي وكذا وموجود في مجموعات يعني موجود في كردفان مثلا في مناطق جبال النوبة مسموه أمباري باري اللي هو نفس الآلة بتاع الطنبور لكن بشكل مصغر شوية طويلة شوية طويلة والأصوات المرنة فيها أحد أكثر في نفس آلة الطنبور في شمال السودان ومستخدمة المجموعة الشائقية وعند النوبيين طبعا النوبيين عارفوا آلة الطنبور ربما هي مقوشة في جداريات الحضارة المروية مما يعني أنها آلة ضاربة الجزور في التاريخ لكن الدوزنة أو طبيعة النغم في منطقة النوبة التي تبدأ من جنوب مصر وتنتهي في ديار الشائقية يعني في مدينة مروي وكريمة وكذا تستخدم اللون الخماسي بإقاعات مختلفة معاها طوال آلة الطعر أيوة ثم نأتي إلى منطقة الشائقية استطاعت أن تعطي هذه الآلة إمكانات كبيرة يعني الشوائق بما يملكوا من مواهب شعرية من حرفية عالية في أداء هذه الآلة واستخراج الأنغام منها وأشهرهم طبعا الفنان النعام هدم استطاعوا أن يخلقوا يضعوا هذه الآلة في الوجدان القومي يعني لم تعود آلة الطنبور تمثل ثقافة الشائقية كمجموعة وإنما صارت جزء من الوجدان الوطني السوداني في كل مكان وبعد كده منطقة الجعالية مشهورة بالإيقاعات الحماسية صحيح اللي هي الدلوكا والطبول ومجموعة الدينجر دي خاصة ودب تستخدم في أغنية الحماسة بشكل واسع جدا جدا أغنية الحماسة من شأن يعني رفع الهمم وتأكيد قيم الرجولة والفروسية وكذا صحيح منطقة الخرطوم منطقة أمدرمان هي منطقة مزيج من ألوان يقاعية كثير جدا لكن تظل لكل المجموعات السودانية دي مثلا آلة رئيسة تسمى النحاس النحاس ده هو النحاس ده هو أشبه بالسلامة الجمهوري لكل مجموع صحيح لكن يختلف يعني أنا شخص النحاس ولجيت أنه في واحدة ممكن جدر الكريد ده واحدة أكبر من الطربيزة دي أو أكبر من المكان اللي احنا جاعدين في النحاس هو مختلفة ما طبل واحد هو مجموع الطبول النحاس الكبير ده اللي بسموه التور طبعا مجسم الطبول دي التور والعجول العجول دي الطبول الأصغر حجما والنحاس الرئيسي اللي بسموه الميجر ناس الموسيقى هو الآلة الماصطر في الصوت الرئيسي اللي بنبه للحماس إذا في حدث مهم في القبيلة إذا في اجتماع إذا في لقاء للأعيان إذا في مرات المواكب قالوا زمان برضو مرات الشكل الاحتفالي مثلا زي العيد حتى الموت برضو قالوا الموت التنبيه اليوم مثلا إذا في وفاء أو حرب أو كذا أحيانا يعمل لشكل احتفالي لإعلان مثلا نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر فبتسمع طرقات النحاس بتعرف إنه بكرة أول يعني ليل آخر نعم ليل آخر أيام الصيام وبداية أيام العيد الآلات الإيقاعية برضو عند الطرق الصوفية الطريقة القادرية أو الطريقة العركية بتستخدم الآلات الطبول دي للأذكار يعني ما بتستخدمها مثلا لأغراض الطرفي أو الأعراس أو كذا إنما تستخدمها للذكر أيوه وحتى نوع الإيقاعات والطبول بتختلف من طريقة إلى طريقة أو من مناسبة لمناسبة أو من مناسبة إلى مناسبة وفي شرق السودان مثلا آلة الطنبور طبعا موجودة سموها الباسينكوف باسينكوف أي قبيلة عندها وزنة معينة للطنبور بسموها دوزنة دوزنة ولا يحق لقبيلة أخرى أن تعزف النغم المعينة الذي يخص القبيلة السعر على أساس إنه ده ميزة هذا يميزه هذا نعم التمييز السياسي هل ممكن نقول إنه في علاقة ما بين الأوتار أولا عموماً النغمة بشكل معين إذا كانت طبول أو أوتار بالسياسة؟ نعم هذا تمييز المجموعة هؤلاء هم البني عامر دي نغمتهم يسموه الوتر ليه نقول عليه شكل اجتماعي؟ ليه نقول عليه سياسي؟ دي مجموعات عندها تركيبة مجموعة عندها زعيم عندها ناظر عندهم ناظر البني عامر عندهم ناظر الحباب عندهم ناظر فهذه بصنيف سياسي اجتماعي فني فبعد ذلك هي عموماً هو بحث عن شكل من الأشكال الخصوصية أياً كان الأشكال شنو الموجودة في شرق السودان؟ اللي هو في الطمورة اللي هو الطمورة الرئيسي الرشايدة هم الألوان اللي يستخدمون أقرب لمنطقة الخليج واليمن حتى الرقص بتاعهم حتى الرقص بتاعهم بالسيوف ويستخدموا آلة العود العود طبعاً آلة شرقية موجودة في كل المنطقة العربية صحيح بعد ذلك أنا بتصور أنه يعني في آلات هي حديثة لكن هي بقى جزء من المزايا الشعبي زي شنو مثلاً؟ مثلاً زي القرب القرب دي السكوتيش طبعاً بسموها السكوتيش اللي هي موجودة برضو في منطقة الشام تستخدم في الدبكة اللي هو مزمار فيه يعني كيس كده بينفخ بيملأ بالهواء واستخدموا الزمار ويضعوا على إبته صحيح هذه موجودة بسموها السكوتيش استخدموها السكوتلنديين أيوة في المملكة المتحدة هذه الآلة صارت كمان جزء من المناسبات والأفراح والإحتفالات تعزف حتى في السودان بيستخدموها ناس البوليس صحيح لكن بيجت جزء من المزايا الشعبي رغم أنها آلة أوروبية وافدة لكن صارت واحدة من التقوص خلينا نقول أولا اتسودناها سودناها سودناها ودخلناها في المزاج صحيح طيب إحنا ممكن نقول التطور ده هل بآلات جبناها من بره أو وفدت علينا من بره ولا ممكن أنه في بعض الآلات الشعبية السودانية الموجودة تم تطويرها وتحديثها أدتنا نوع من النغمات بشكل مختلف أو عملت على تطور شكل الأغنية في المنطقة المعينة دي نعم هي الآلات بتطور على مستوى الوظائف والأداء بمعنى أن الآلة دي بتأدي أو وظيفة معينة لكن يعني مثلا الصوت بتاعها محدود ما زمان المجتمع الانت بتخاطب بيو بتخاطبه من خلال آلة كان محدود صحيح حتى في الغناء العصري ده غناء البندر بتاع المدد زمان كان فيه جلسات تسموها العود والفنان والمجموع المحدد بسمعها ظهر المايكروفون عشان يزيد يوسع أكثر منتقى الانتشار والانتشار للسمع يسمع المجموع بزيادة عدد الناس شكرا كثير الإعلامي والزميل مصعب وإن شاء الله نتلاقه في حلقات قادمة شكرا لك هنتواصل معكم مشاهدينا بعد الفاصل خليكم معنا أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا نتواصل معكم في بيت الهناء والمرة دي عندنا نصيح عليكم في الأحشاب نستخدمه كيف ونستخدمه بأي طريقة صحيحة هيكون معنا الأستاذ يوسف الفكي وهو خبير ومختص في الأحشاب نشوف نصحته مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم كلامنا الليلة عن الرجلة والرجلة أنا بعتبرها برضو من الخضر المطهضة لو الناس عرفوا سرها بيأكلوها اليوم التاني الرجلة يا جماعة إذا طبخوها بالعدس طبعا يفضل يعني طبخها يطبخوها بالعدس في فترة الشتاء لكن في فترة الصيف ممكن يطبخوها بالرز نفس الوضع يعني يتعالج الصداع تماما أي نوع من الصداع الرجلة يا إخواننا مطبوخة يتشيله لكن عشان واحد ما يقول لي بتعمل لين وفاخ تعمل خل شوية في الطبيق في النار فالإنسان يلقى نفسه مرتاح جدا وتنهضم وما بيكون في شكال المرية اثنين هي فيها نسبة عالية جدا من حديدة الناس عندهم مشاكل أمراض جلدية وبرة صجارة الله وإياكم يعني ممكن يأكلوها سواء كان صلطة نيئة أو يكون مطبوخة فعلى نفس الطريقة إذا كان بالعدس أو بالرز تحيل نفس المشكلة تطفي للهيب والشيل الحمايات الموجودة في الجسم فهذه طريقتها الطريقتين إذا كان بالعدس أو بالرز بالنسبة للبواسير أحيانا في ناس يكون عندهم مشكلة في البواسير لو يدقها ويعلها يعني لبخة على المقعدة تشيلها تماما وفي نفس الوقت بيتمنع الوسواس في كثير من الناس عندهم نقص في أشياء معينة في التركيب تحت الجسم يحصل وسواس وأرغي يا ربي قلت سميع الله وإلا قلت الله أكبر ما توضيت كده الوساويسة بتحصل دي الرجلة بتوزن لنا الجزدة من الخلل والرجلة يا أخوانا زي ما ذكرت لكم هالساعة إنها لما يأكلوها فيها مواد حديدية عالية جدا إلا تفيد الناس عندهم وسواس يعني قلت سميع الله وإلا ما قلتها أتوضيت ما توضيت المهم أنواع الشكوك والوسواس دي إذا إنسان بيأكل لها الرجلة إن شاء الله تغطي له الجانب دا في فترة بسيطة جدا ويجد نفسه مرتاح كذلك تستخدم للكالو أو بيسموه عين السمك لكن عندها شرط غريب يعني عند العلماء بيقولوا إنه إذا إنسان عنده عين سمك يقلعها من شجرتها ويدلعق بيها مباشرة يعني مو عندنا يأخذها من عندنا يدلك بيها لا من شجرتها مباشرة دلك على عين السمك أو الكالو في ساعات تروح وجربت هذا المسألة جربتها الآن زمان ومفيدة جدا كذلك إذا إنسان طحنها وعمل بالقمح يعني لبخة على أي جزء من الجسم عايز يكون نظيف من الجشور عايز يكون لامع ممكن يستخدمها دائما لبخة يومية ما بتكلف غير مع يطحنها أو يفرومها ويدديها كستر أو يديها دقي الجمح تخلي جسمنا نظيف والشيء الحبوب منه وإلى لغاية آخر أهلا ومرحبا بيكم نشكرك أكيد على النصيحة الغالية التي قدمتها لنا ونتمنى أن نستفيد دائما من كل الفقرات التي تقدم عبر بيت الهناء مشاهدين حلقتنا كانت عن الآلات الشعبية الموسيقية إحنا نتمنى أنه دائما نوثق لتراثنا بشكل كبير ونروج له أكتر في الخارج علشان الناس تقدر تعرف على الثقافات المختلفة التي بيتميز بيها القارة البلد السودان هنأتش رغضو تي في إيميل للتواصل نشوفكم بإذن الله بكرة على ألف خير ودا ناكمالله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة